السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات نرحب بكم في إحاطة جديدة معكم دكتور آمن الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات مستمرون في عقد إحاطات حكومة الإمارات وموافاتكم بتطورات الأوضاع الصحية ومستجدات الإجراءات المتخدة للتعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد كوفيد-19 في الدولة ويواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص على مستوى الدولة خطة الفحص والكشف الطبي حيث تم إجراء 25,573 فحصاً جديداً ومنذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد والحمد لله وقد وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الستة أيام الماضية إلى 155 حالة شفاء بعد أن كانت 100 حالة في اليوم ونعلن لكم اليوم ولله الحمد أن حالات الشفاء وصلت إلى 3359 وأعداد المتعافين في تزايد حيث سجلت الجهات الصحية اليوم 206 حالة شفاء جديدة السادة الكرام كشفت الفحصات الدورية عن 546 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حالياً وبسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي نأسف أن نعلن اليوم أن ضمن حالات الإصابة 30 شخص من عائلتين لم تلتزم بالإجراءات الوقائية وأقامتا تجمعاً عائلياً ساهمة في نشر الإصابة بين أفرادها بينهم طفل لم يتجاوز الشهرين من عمره وعدد من كبار السن وبذلك يصل إجمال الحالات المسجلة في الدولة إلى 15738 حالة السادة الكرام التزامنا بالأفعال وليس بالأقوال ولا قيمة لأي شيء إلا منحمي أحبابنا الذين منهم أباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطننا الأمر مرهون بمدى التزامنا لحمايتهم لأنهم الفئة التي قد تتعرض بشكل أكبر للإصابة فلنحذر من الاستهانة بهذا المرض كما يؤسفنا اليوم الإعلان عن وفاة 11 شخصاً من جنسيات مختلفة من المصابين بفايروس كورونا المستجد وجاءت الوفاة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة نسأل الله أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته وأن يربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان وبذلك يصل إجمال الوفيات إلى 157 شخصاً وبذلك يصبح عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 1222 حالة من جنسيات مختلفة نتمنى لهم جميعاً الشفاء العاجل بإذن الله الإخوة والأخوات التزامنا جميعاً واجب وطني يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات على مستوى الدولة وما قمنا به جميعاً طوال الفترة الماضية ويجب أن يستمر دون تساهل أو مخالفة للتعليمات والإجراءات وحفاظاً على فئات غالية علينا أطفالنا وكبار المواطنين والمقيمين تم بالأمس الإعلان بعدم السماح بدخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبرماركت وغيرها من المتاجر خارج مراكز التسوق للأطفال دون سن الثانية عشر عاماً وللأشخاص فوق ستين عاماً وهذا الإجراء يحفظ سلامتهم وصحتهم وهو اشتراط وقائي احترازي ضمن الاشتراطات الوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة فتح المراكز التجارية في الدولة ونؤكد لكم جميعاً ونشدد على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية لا سيما تلك المتعلقة بالتباعد المكاني إذ أن التخفيف الجزئي لا يعني انتشار التجمعات سواء في الأماكن الخاصة أو العامة حيث سيواجه كل المخالفين الإجراءات القانونية لأن سلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها كما نؤكد على ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم التجمع لأكثر من خمس أشخاص مع الحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بفاصل لا يقل عن مترين وارتداء الكمامات في كل الحالات الإخوة الكرام التزامنا يجب أن يكون نابعا من إحساسنا بالمسؤولية ورغبتنا الأكيدة بمشاركة قيادتنا وأبطالنا العاملين في خط الدفاع الأول مهمة التخلص من خطر هذا الوباء هؤلاء الذين يواصلون العمل من أجل سلامتنا وسلامة أفراد مجتمعنا كونوا بخير من أجل سلامة وطنكم ودمتم في بيوتكم آمنين